عندنا مشاكل في التصفيات كاس العالم طبعاً وحاجي لك طالما قلت مشوار التصفيات أكيد مجموعتنا أول ما قال مجموعة مجموعة بالنسبة لمنتقب المصري بقدراته وممكنياته ولعبته وفنياته يعني مجموعة في المتناهل المفروض يعني بقيت الأمور طبعاً بعد يمكن يعني عدد نقاطنا أربعة ولكن المنتقب الليبي فاجأ الجميع بيكسب مباراتين وعنده ست نقاط شايف المجموعة إزاي وشايف وراتين اللي جايين وخاصة هتكون مع المنتقب الليبي زهاباً وإياباً هتكون إزاي وهتحدد ملامح الوصول لطبعاً الأدوار الإقصائية إزاي منتقب الليبي طبعاً فاجأ الكل بالعرض اللي قدمه بالذات في المتش التاني قدام أنجولا بره كان منتخب متماسك جداً وبان عليه كمان النطج والخبرة في الوقت اللي لقى فيه متش بره مع المنتخب بحجم أنجولا ولكن برضو العملية اتسهلت بالنسبة لنا بنتاج الجابون وأنجولا يعني لو بجينا بصنا في نص القبال ما لان زي ما بنقول فالقصة كلها المجموعة كلها بقت بيننا وبين ليبيا في المتشين الجايين احنا لو نجحنا أن احنا ناخد ست نقاط قدام فريق زي ليبيا المفروض أن المستوى فرقات المستوى كبيرة ولمفروض أن حماس اللعيبة الإثبات نفسها الكارلوس كيروش في أول المتشين ليه يعني لو خدنا ست نقاط دول بنسبة كبيرة جدا هنكون تأهلنا للمرحلة المقبلة في التصفيات فأنا مش رايف العملية صعبة أو معقدة كنت هتفضل صعبة أو معقدة لو كنا مخدناش الخطوة دي دلوقتي ولو كنا طبعا اتغلبنا من الجابون حتى تخلي بالك بعض الناس بتشوف اه تعادل في الجابون لا تعادل زي الهزيمة لا ده بيفرق جدا النقطة بتفرق جدا وزي ما بقولك يمكن ان شاء الله بإذن الله نتأهل للأدوار الاقصائية لكن التارجت والهدف انا اتمنى ان يكون على مستوى طويل للمدى على مستوى انك روش مع فنجادة مدرسة برتغالية خلي بالك المدربين البرتغال يعني عمل شغل كويسة مع يجدوا التاسيس لسنوات طويلة حتى تكريتها في مصر يعني عندنا جوزي وعندنا فييرا في الزمالك وعندنا بعض المدربين البرتغال بتلاقي الأمور اللعيب المصري يتأقلم بشكل كبير مع المدربين البرتغالي هم فاهمين عقليات اللعيبين المصريين بشكل كبير مش طبعهم طبعهم شوية مرن زي بقية الأوروبيين شرط جدا فعارفين طبعا اللعب المصري زائد ان التجارب البرتغالية في مصر بتدعم اي مدرب برتغال يجي انه دايما بيتقال انه امتداد لمدربين نكحين زي منو الجوزي وزي جوز والدو فييرا وزي فده بيتخلي اي مدرب برتغالي داخل على الصحة المصرية مدعوم بثقة الاسماء اللي نجحت في مصر قبل كده هو كمان على المستوى الشخصي اعتقد كان سعيد بالتجربة يمكن هو تواصل مع فنجادة وكان على بعض السوشيال ميديا تواصل على تويتر اعتقد على تويتر كتب على تويتر ان هو سعيد بتدريب هذا المنتخب المرموق لانه كمان كيروش في نقطة بتهم جدا اي موديل فن يا كابتن انه لازم يدرب لعيبة يعني هو بالنسبة له تجربة محمد ان انا درب محمد صلاح تاني دي راجع تاني النجومية زي اللي دربها في ريال مدريد سنة 2004 زيدان وفيجو بيك هام واسامي كبيرة جدا من بعد ما ترك ريال مدريد هو درب في البرتغال اه درب اسامي بحجم كريستان رونالدو ولكن بقاله عشر سنين مثلا مفيش نجم براق يضيف له صفحة في مسيرته وهو بالنسبة له تحدي محمد صلاح ده تحدي كبير جدا وشيء مهم جدا في مسيرته فانا متخال ان وجود محمد صلاح في ملتخب مصر كان من اهم الاسباب اللي قال الكاروش بالزباب يتحمس جدا للتجربة دي